أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه كان علينا انتخاب رئيس للجمهورية أمس قبل اليوم واليوم قبل الغد وقال خلال استقباله الأعلاميين المعتمدين لدى مجلس النواب أن البلاد لا يمكن أن تعيش دستوريا أو واقعيا من دون رئيس ونحن بتناك من يقف على شجرة ويقطع أخصانها فلا الحكومة تسير كما يجب ولا مجلس النواب أيضا وفي هذا الإطار أكد الرئيس بري حرصه المحافظة على الحكومة الحالية في ظل الشغور الرئاسي لأنها جزء من وحدة البلد من هنا قال بري لا يمكن محاسبتها على عدم تنفيذ بعض القوانين التي أقرت في المجلس النيابي فلو نفذتها الحكومات المتعاقبة لما وصلنا إلى ما نحن عليه خصوصا وأن هذه القوانين تتعلق بسلامة الغذاء وحماية المستهلك وسلامة الطيران وردا على سؤال رفض الرئيس بري تحميل المجلس النيابي مسؤولية التقصير خلال السنتين الماضيتين لأن السبب يعود لفتاوى غير دستورية تقول بعدم شرعية التشريع في ظل غياب رئيس الحكومة مرة ورئيس الجمهورية مرة أخرى وقال سكوتنا عن الحملة على المجلس النيابي ليس خوفا بل حرصا على البلد وعن الحوار بين المستقبل وحزب الله قال الرئيس بري أنه يكاد يكون الشيء الجيد الوحيد الذي حصل عام 2014 وقد كان إيجابيا أكثر مما توقعت لافتا إلى أن أهم عوامل الحوار أنه في حال تحرك التوافق في المنطقة يكون لبنان أول المستفيدين وأمام النواب خلال لقاء الأربعاء شدد الرئيس بري على أهمية إنجاز الملف النفطي فقال لبنان يرزخ تحت دين أكثر من 66 مليار دولار ما يؤثر على الاستقرار على قاعدة أن الفؤر بولد أر وعن قانون الإيجارات لفتبر إلى أن قرار المجلس الدستوري إبطال مادتين وفقر منه يعيق تطبيقه داعيا لجنة الإدارة والعدل إلى الإسرع في إعادة درس القانون وتعديله بما يتيح تنفيذه ويضمن العدالة للجميع